السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا مرة أخرى كنتم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله اليوم واتشارك معاكم حرشة صحية 100% حرشة ديال الشعير كتجي لديدة بزاف هي الشيشة وسهلة تحضير وناجحة من أول تجريبة خاتكوني مع أمرك درتي الحرشة غتديرها من أول تجريبة وغتصدق معاك وغتعجبك بزاف واحد لما دا قطرحة اللي رائع كنتمنا إن شاء الله تعجبكم كنتمنا تجربوها وتردو عليها في التعليق وما تبخلوش علي أخواتي بجاي من الفيديو جزاكم الله خيرا واللي أول مرة تدخل عندي القناة مرحبا وألف مرحبا كنتمنا تشتركوا وتفعلوا الجرس باش إن شاء الله دائما تصلوا بجديد الفيديوهات وما نطولش عليكم أكتر على بركة الله غندوزوا المقادير وطريقة تحضير الحرشة ديالنا اللي كتجي من أرواع ما يكون كما شفتوا معي قسمت معكم واحد طريف باش شوفوا كيفاش كتجير طبع وهشيشة والمدق روعة وبسم الله على بركة الله غنحتاجوا الكاس ونصف ديال البلبولة ديال الشعير هي هادي كتكون متوسطة ماشي هذه الكبيرة لغليدة وماشي رقيقة بزاف لأننا كنا رقيقة بزاف كتكون تقريبا بحال دقيق ديال فينو هادي الحبة ديالها متوسطين البلبولة متوسطة هني غنغسلها مزيان بالنسبة لغسل ديالها هكا كنخويلها غير المبارد عادي كنحركها بالملعقة نزيان بهتشكل هادا وكنصفيد ديال ما وكنعود لها هاد العمليات لتحت الاربعات ديال مرات حتى كتتصفها مزيان من دوك الشوائب اللي كيكونوا فيها وكتكون تغسلات والان من بعد ما غسلت البلبولة ديالي مزيان كيما شفتوا معايا غسلتها شي ثلاثة ديال مرات مزيان بالماء برد وصفيتها من داك الماء والان غناخدها وغنخويلها يكون غليان يعني طيبوا الماء هادخو عليها القدر ليغطيها فقط كيما شفتوا معايا في الصورة غير تغطى واحد شوية بذيك الماء وغنغطيها ببلاستيك غدائي وغنخليها تقريبا مدة 10 دقائق حتى كتشرب ديالي الماء كامل وكتشرب وان شاء الله نرجعوا باش نكملوا طريقة ومن بعد ما خليت البلبولة كتشرب ليا داك الماء الغليان كناخد واحد الكاس غنضير فيه ملعقة كبيرة من خميرة اللاجين هنضيف لهم ملعقة كبيرة من السكر وغنضيف لهم نصف كاس ديال الماء يكون دافي هنحرك هاد المكونات مزيان حتى كتدوب ليا ديك الخميرة بالنسبة لما بغاش يدير السكر يستغنع له نهائيا ماشي ضروري يقير هو كيعطينا ديك التحميرة كتتحمر لنا كتعطينا لون لوزوين ولكن لما كي ياكل الشكر ممكن يستغنع له واللي بغي يعوضه بملعقة من العسل كذلك راه ممكن حتى هي كتعطي لون زوين هنهي غنغطي هاد الكاس وغنخليه غنخليه حتى كتدفاعل ديك الخميرة مع المكونات اللي اضافت لها وهنهي من بعد مدى 16 دقائق هنرجع لبلبولة ديالي اللي كتكون تشربات ما كيبقشتك الماء فوق منها الآن غنضيف عليها كاس ديال سميدة رقيقة كنديروا بها البغريرة ولا حرشة مهم سميدة تكون رقيقة غنضيف عليها كذلك ديك الخميرة مع السكر والماء الدافي اللي كتكون تفاعلات كما شاهدوا را دارت الروا كذلك غنضيف ربع ملعقة من الملح وكيبقى علي حسب الضوق هنهي كنخلط المكونات بالملعقة حتى كتنساجم المكونات كذلك غنضيف جوج ملاعق ديال زيت الزيتون وغنبدأ نخلط هكا وكندعك ديال خالد حتى كينساجموا المكونات مع بعضياتها وكتتخلط لنا مزيان بنسبة لقوام ديالها كيكون هكا مرخوف ما كتكونش قاسحة قدما بقات هكا مرخوفة كتجيكم الحرشة ديالكم هشيشة أرطبة وراها كتجيصة راحة من أرواح ما يكون أنا متأكدة أنها إذا شربتها غت يعجبكم بزاف من بعد ما كنخلطها مزيان بالملعقة حتى كينساجموا المكونات الآن غنعود نغطيها ببلاستيك غدائي وغنخليها ترتاح وتخمر مدة خمس دقائق فقط ومن بعد كنجيبوا المقلات اللي غنضيروها فيها من الأحسن تكون المقلات غير لاصقة يعني هادو ديالطيفة اللي ما كينسقوش كيندهنوها بالقليل من الزبدة كيما لاحطوا معي غندهنها مزيان من الجوانب ومن الأسفل وإلا ما كانش متوفرة عندكم الزبدة ممكن تدهنوها غير بالزيت ماشي مشكل واللي بغا الحرشة دياله تجيها رقيقة ممكن يديرها في شي مقلات تكون كبر من هادي والآن من بعد ما دهنت المقلات ديالي بالزبدة مزيان الآن غنرش فيها هادو البلبولة ها رقيقة مزيف هادو البلبولة رقيقة خديت البلبولة الأخرى اللي خلطت بها الخالد غربلتها وستخرجت منها هاديك تكون رقيقة تقريبا بحل الطحين وفرشتها في المقلات على هادو الشكل هادو إلا ما كانش متوفرة عندكم ممكن تديروها دياليك نيت فاش خلطو الحرشة ديالكوم أو ممكن تديرو السميدة رقيقة على حساب الرغبة ديالكم وهنايا غنفرغ الخالد ديالي كيما شفتورك يجي مرخوف أنفرغو في المقلات ونحاول نقدو هكا بالملعقة في الوجه ديالو نحاول نقدل الوجه ديالو تكون مستوية وكيما قلت لكم اللي بغى الحرشة دي ديالكين اللي بغى تكون رقيقة بزف غيديرها في شي مقلات تكون كبيرة كبيرة من هادي غاتجي رقيقة كيما شفتورك نقدل الوجه ديالها ونحاول نرشع وتاني ديك البلبلة رقيقة حتى في الوجه ديالها طروري ما ترشوها كذلك في الوجه هكذا باش تحكموا فيها وما تلصقش كيكون في الميراقة ديالكم وتقدو لها الوجه ديالها وتقدو كذلك الجوانب باش تكون مقدة كاملة ممكن تستخدموه ديالكم اللي بغيتو ودائما تعاونو بديك البلبلة رقيقة ترشو بها الوجه او اللي البلبلة العادية او اللي السميدة رقيقة المهم اللي متوفرها عندكم كيما شفتو هنا يكن قد شوية بليد ديالي باش يتقدلي الوجه والان غنشعر عليها البوطة ولكن تكون عافية مهيلا بحل الشمعة نقصو الاقصى جهد وديروها في هاد الراس الكبير هادا لانو كيوزع الحرارة على المقلات كاملة وغطيو المقلات ديالكم وخليوها حتى كالطيب غتخليوها تقريبا عشر دقائق المهم حتى تطلو عليها وتلقو الوجه ديالها اه شاد دراسو بهاد الشكل هادا كيكون بهاد الشكل هادا وكتاخدو شي سباتولا هكا كتطلو عليها من تحت كتلقوها ارهات حمرات والان غنقلبوها بشي اغطايا او لبشي صينية بهاد الشكل كنناخدوها وكنحاول ندوزو هكا شي سباتولا من الجواني برا ما كتلصق موالوي اللي دهنتو المقلات ديالكم بالزبدة وغنقلبها بهاد الغطيانيت اللي غطيتها بها كيما شفتوا معي الوجه ديالها راها تحمر الان غنناخدو هاد المقلات وغندهنوها تاني بقليل من الزبدة كيما كتلكم إلا ما كانش متوفرة ممكن تدهنو غير بالزيت هكا باش كنساعدو الوجه التاني باش كيتحمر لنا مزيان وغنردو الحرشة ديالنا كيما شفتوا وغنديروها فوق النار حتى كتتتحمر وكتطيب وهنا هيا الحرشة ديالي صافي راتا بتطلت على الجهة التانية لقيتها وصافي محمرة هنحيدها بهاد الشكل هادا كاتجي بهاد الشكل اللي كتشوفوا معي كاتجي محمرة من جميع الجوانب وكاتجي شيشة والذيذة وهكدا كيكون الشكل النهائي ديال الحرشة ديالي ممكن تقدموها مع العسل او لمعجبا كاتجي رائعة كانتنا اخواتي تجبكم الفيديو ديال اليوم ما تفخلوش علي بتشجيعاتكم وهنايا نخليكم الى فيديو اخر بإذن الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله